شاهدنا من ضمن الأدعية الموجودة في مفاتيح الجنان من أعمال شهر رجب في النصف من شهر رجب أكو دعاء يسمونه دعاء أم داود أكو موجود في مفاتيح الجنان دعاء أم داود وبعضهم يقرونه طبعا يعني عندنا لأنه إلى أعمال خاصة هذا الدعاء هو يقرأ في النصف من شهر رجب لكن يسبقه أعمال أكو بعض الأشخاص الموفقين جزاهم الله خير الجزاء يحرصون على الاتيان بأعمال أم داود أو بدعاء أم داود في النصف من شهر رجب من يزورون الإمام الحسين عليه السلام يهتمون بهذا الدعاء منو هذه أم داود؟ ما حد يدعى ومنو هذا داود؟ ما حد جايب ذكره هذا داود ابن الحسن المثنى جد الإمام الحسن ابن علي بن أبي طالب داود ابن الحسن ابن الحسن وهذا داود أخو الإمام الصادق عليه السلام من الرضاة لأن هذه أم داود اللي تشوف اسمها في دعاء أم داود هذه أرضعة الإمام الصادق عليه السلام وهي أم له بالرضاعة مثل ما حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وآله ومثل ما عثمان ابن مضعون أخ النبي من الرضاعة هذا داود ابن أم داود واسمها حبيبة أخو الإمام الصادق عليه السلام من الرضاعة احنا جايبين هذا كله حتى أبيلك مظلومية أهل البيت في زمن داود ابن الحسن ابن الحسن كان حاكم العصر المنصور الدوانيقي وكانت عنده مشكلة ويا أهل البيت حتى أنه ملأ السجون بهم فأعلم ملأ السجون بهم ومن غير قوانين إنسانية أو ضوابط إنسانية يعني السجن فيه أبو الأرباطعش سنة وفيه أبو السبعين سنة ومار قضية حميد ابن قحطبة وكذا وأنه أراق في ليلة واحدة ستين دما من أولاد علي وفاطمة في ليلة واحدة مجزرة ستين شخص شوف العالم إيش لو نهتم والتأثر باللصار من هذا اللي سمعناه اليوم من سمعه عن عدد القتلى وعدد الضحايا في ليلة واحدة ذبحا ستين دم من أولاد علي وفاطمة فكانت السجون تعج بآل أبي طالب واحد من المسجونين من المعتقلين منه داود ابن أم داود وسجنه كان سبب في هذا الدعاء فاذكرون بأنه أم داود راحت لزيارة الإمام الصادق عليه السلام لما من شاف هذه أم أرضعته قال يا أم داود ما حال داود أخويا داود شلونة فهي تقول لأم داود واسمها حبيبة وأين داود حتى أخبرك بحاله أنا أدري عنه إن سجن ما أدري في وين اخذه من عندي ما قالوا لي بأي سجن ألقي القبض عليه وزج فيه وكل ما أسأل عنه زين بس أريد أشوف ما يخلوني زين حيل وميت ما أدري عنه وأين داود حتى أعلمك بحال داود فالإمام الصادق عليه السلام تأثر من كلامه فقال لها راح أعلمك دعاء تقرأين هذا الدعاء ويرد الله ولدك عليه صادف أنه تو داخل شهر رجب فأخبرها الإمام الصادق عليه السلام قال لها هذا شهر رجب وهو شهر الرحمة فإذا جاءت الأيام البيض الأيام البيض أي أيام ثلاثة عشر أرباطعش خمسة عشر هذه يسمونها الأيام البيض فصومي إلى الله يعني يوم ثلاثة عشر يوم أرباطعش يوم خمسة عشر انتصائمة فإذا كان اليوم الخامس عشر من شهر رجب فقرأي هذا الدعاء أنا في الرواية ما شفت السور بس الشيخ القمي في الأعمال يذكر أنه قبل قراءة الدعاء تقرأ مجموعة من السور ذاكرينها إيه يعني طقوس خاصة لهذا الدعاء من علمها الإمام الصادق عليه السلام الدعاء المعروف بدعاء أم داود هي كتبتها حتى ما تنسى أخذت الدعاء وطلعت وفعلا يوم ثلاثة عشر صامت يوم أرباطعش صامت يوم خمسة عشر صامت عند الزوال وقته عند الزوال عند الظهيرة ابتدأت بقراءة الدعاء إلا في مطلعه صدق الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام الرحمن الرحيم إلى آخره دعاء أم داودك موجود هي تقول من قرية الدعاء جيت إلى النوم شوية ما للصوم وكذا وشيه خليت راسي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد نزل معه كل الأنبياء والمرسل والملائكة من حول رسول الله أشوف الدنيا كلها النبي والأنبياء والملائكة والتفت والتفت إلي منه؟ رسول الله صلى الله عليه وآله هي تحجي الرؤية اللي شافتها وقال أبشري يا أم داود فإن هؤلاء إخوانك وأعوانك هذولة اللي تشوفينه من الأنبياء الأنبياء بالله عليك يعني أنت من تقرى الدعاء موسى الكليم يصير أخوك نوح النبي يصير أخوك إبراهيم الخليل يصير أخوك هذا من بركات الدعاء فإن هؤلاء إخوانك وأعوانك جاءوا يبشرونك بنجح حاجتك وإن الله حافظك وحافظ ولدك وسيرده عليك موسى بس من قرية الدعاء الله سمعه رح يستجيب الأنبياء كلهم نزلوا بركة هذا الدعاء الملائكة كلهم نزلوا بركة هذا الدعاء وأنا وإياهم سألوا الله عز وجل إن هؤلاء إخوانك إن هؤلاء إخوانك وأعوانك جاءوا يبشرونك يبشرونك ويشفعون لك في نجح طلبتك وإن الله حافظك وحافظ ولدك وسيرده عليك تقول بشرني النبي صار عندكم ما مضت كم يوم الرواية تقول تقول فقط مدة طلعت واحد من بغداد إلى المدينة بس كم المسافة ومو مسافة عادية كأسرع ما يكون الراجع كلها كم يوم وإذا الباب يطرق وإذا الله استجاب لدعائها فرد عليها ولدها داود ببركة بشارة النبي محمد صلى الله عليه وآله صلي وسلم على محمد وآله هي تقول أنا قاعدة وإذا الباب يطرق منه قال يما فتحي منه أنت قال ولدك فتحت الباب وإذا هذا ولدها هي بعم من شافته من فرحتها شو سويت ما قالت لتعال وقعد قالت لا أخذك وديك إلى الإمام الصادق عليه السلام لأنه ما إجيت إلي إلا ببركة هذا الدعاء اللي أعطاني يا الإمام الصادق عليه السلام فأخذته من يده ومضت به إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه الإمام سائلة يقول لداود الشفت شفت شفت قال والله يا سيدي نحن في السجن مثقل بالحديد ومكان مظلم في مطبق ما نعرف الليل من النهار نترقب يوم إعدامنا لأنه اللويا نكل ساعة وجروا واحد ورأسه وأنا الحديد كل علي وأنتظر ساعة الإعدام فبينما أنا كذلك غمطت عيني فرأيت في عالم النوم كأن الأرض قد أطبقت وإذا أشوف أمي على مصلاها وأشوف رسول الله جدي والأنبياء ومن معه من الملائكة من حولها يدعون فبينما أنا كذلك وإذا بالمنصور الدوانيقي قد أرسل إلي حارسا واحد يقول لي داود قوم بسرعة خير إعدام قال لا قوم الأمير يريدك الأمير شيء قال لا تحجي قوم جروني بالسلاسل طلعوني من الزنزانة جابوني إلى المنصور الدوانيقي قال لا تحجي قال لداود سامحني والآن ياخذك هذا الحارس برسم الخدمة مو بعد سفر اعتيادي سفر مستعجل توصل إلى أهلك وين تريد تروح قال يريد يروح لأمي قال تروح بس تأذرنا وهذه من عندي عشرة آلاف درهم وترجع معزز مكرم ويكون سامحنا وتأذرنا على اللي سوينا قلت هذه الرؤية إذن حاق الإمام الصادق عليه السلام يسمع كلام داود وأم داود تخبره فلما سمع الإمام الصادق عليه السلام تبسم قال جاءه جدي أمير المؤمنين إلى المنصور الدوانيقي جاءه جدي أمير المؤمنين عليه السلام فأخذه وعلقه على النار وقال أطلق ولدي داود أو ألقيتك في النار الساعة فلهذا هذا دعاء أم داود من الأدعية المجربة لقضاء الحوائج المتعسرة ولإطلاق الأسير ولكل أمر متعذر هذا من أسرار أهل البيت صلى الله عليه الليل إن شاء الله تشوفون الدعاء فإذا واحد من أهل البيت المنسيين اللي قليل أحد يمر عليهم وعلى ذكرهم هذا داود ابن الحسن ابن الحسن وقصة نجاته من بعد اعتقال كان بين الموت والحياة هذا واحد من الأشخاص ترجمة نانسي قنقر